قبل شهر ونص قبل شهر ونص طالعين أنا وأحد المشايخ الشيخ وليد الدهوان طالعين من جدة رايحين للطايف عندنا محاضرة وإحنا في الطريق قال للشيخ وليد يا نايف فيه أم من الطايف من الحوية لها سبوعين نتكلمني عندها ولد في العشرينات تقول أتمنى يا شيخ تجون تزورونه أتمنى تجون تذكرونه بالله أتمنى يحضر هذي المجالس اللي انتم تجلسونها وتذكرون فيها الله أبغى ولدي يتغير أبغى ولدي يصلي أبغى ولدي يرجع إلى الله عز وجل ما أبغى ولدي يموت على هذه الحياة يموت بغير صلاة يموت ببعد عن الله عز وجل قل ليش رايكم مره اش رايك نقابله قلتهم دقينا على هذه الأم قلنا نبغى نكلم الولد كلمناه قلنا يا فلان احنا قريب من بيتكم جايين من جدة أنا أبغى نسلم عليك أقسم بالله يتوعدنا في مكان في الحوية وقابلنا سلمنا عليه طلع أطيب مما تتخيلون شاب صحيح بعيد عن الله لكنه طيب في رجولة في شهامة في نخوة بعد ما سلمنا عليه قلنا له طالبينا كطلب قالوا يبشروا بعزكم قلنا له عندنا محاضرة في الطائف نبغى كتروه معنا قال اسمعوا جيتكم غالية والله لا أجيب بجيب ولد أختي وأحضر المحاضرة أقسم بالله رحنا المكان في أكثر من ألفين شاب بدأنا المحاضرة نسينا هذا الشاب في نهاية المحاضرة إلا شاب يخطو خطوات خطوات إليه ما جاء وركب على المسرح وحظني يبكي وقال أنا تائب من هذا المجلس وسجد على خشبة المسرح شكر لله أقسم بالله يا شباب أني قبل أربع أيام عزيت أم هذا الشاب في هذا الشاب الغريب مو في الموت الموت كلنا بموت كيف مات تقول الأم والله إني راضي عليه إلى يوم القيامة والله من بعد تلك المحاضرة إنه يسلم على يدي ويرجولي صبح ومساء الأربعاء الماضي أخذ عمره وصل الفجر ورجع من مكة للطائف ووجدوه ميت في بيتهم بسكت قلبية الله رحيم الله كريم الله عظيم الله لا يرضى لعباده الكفر الله يريد لنا المغفرة والجنة الله يدعوك بماذا يدعوك بماذا يدعوك ماذا يريد الله عز وجل منك يريد أن يرحمك أقسم بالله أن نحسن الظلم بالرحيم نحسن الظلم بالكريم أن الله ما أجلسنا في هذا المجلس وفي هذا المكان إلا وهو يريد أن يقول لنا في نهاية هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدل السيئاتكم إلى حسانات الله يناديك متخيل معايا الله يناديك يقول لك اسألني استغفرني ادعوني يقول هل من سائل فأعطي أنه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فمن لهذا النداء الله يناديك في القرآن يناديك يا مؤمن يا طيب يا خير الله يناديك في القرآن بماذا يناديك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والله جل وعلا ينادي أيضا في سورة النور ينادي جميع المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة فلاح شيخ سلطان أسألك سؤال اسمح لي لو قلت لك لي طلب عندك تردني لا ما أقدر أردك طيب لو قلت لك هذا الطلب ولله المثل الأعلى من الله ما بيكون ردة فعلك الله شيء عظيم صدق إن الله يبغى منك شيء يبغى منك حاجة ويبغى مني ويبغى من كل واحد هنا الله يريد أمر الله يبغى شيء الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يبغى من الشيخ سلطان ويبغى من نايف ويبغى من منصور ويبغى من الحضور يبغى أمر يريد أمر إيش الدليل إن الله يريد والله يريد من الذي يريد يا شباب أبغى أسمع من الذي يريد الله ممن كل واحد يقول الله يريد مني أنا بقول الله يريد مني وانت قول الله يريد مني عيدها بالله والله يريد والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر